السلام عليكم ورحمة الله إخوان كثيرين أتمنى أن يكونوا بخير إن شاء الله اليوم إن شاء الله لدينا فولزواجن كيف العادة وقعدنا فيها واحد المشكلة وبغيت نشاركه معكم بحل العادة وقعدنا واحد المشكلة المعروف وهو تيراج وهذه المشكلة الأغلبية تتلقى يعني غير وقع لشي واحد ولا تتلقى شي واحد واقع فيه حاليا مهم اليوم إن شاء الله يعطون معلومة لكي يتفكي منه هذه المشكلة من الطيراز الرافع كيف ما نقوله أنا أريد نحكي لكم القصة هذا الطنوبيل ماشي لي فيها المشكلة هذه الحمد لله سالمة غائية التي نتوقع عليها فيها المشكلة سأخذها ولم كان لدي الوقت فيها ودباجت عندي أخذها ونعطيكم باريك زون بري يعني الديفول الذي نوقع لنا فيها وخالي أخوان الديفول الذي نوقع في الطنوبيل هو أن مطور بعدها اسمته 130 المشكلة التي كانت واقع طنوبيل تقليعة يا سالم لعلها تقليعة ناضية طريق ناضية كتوصل الصورة إلى 140 كتوصل إلى 140 طنوبيل تحسب بيضارة الكسيراتور كتوصل إلى 140 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 من الصفر إلى 140 طنوبيل يا سالم ولكن كتوصل إلى 140 كتوصل إلى 140 أول شيء أول شيء هو الدياقنوستيك قبل أن تقلل شيء لأنه لا يوجد الإلكترونيك أو ميكانيك وكتبت على الديفو وعطتنا الديفو واحد هذا الديفو هو الالكتروفان يجبنا يجبنا أنه حكم التربو وحكمت لنا فاسينا وقعد المشكلة وقعد المشكلة وقعد المسجدة لنحصل إلى الديفو كتوصل إلى 140 جاءنا هم جاء المشكلة كانت ميكانيك ولكن تصفت لنا المهارات البياسة الالكترونيك أخей الغيوب المسلوية المكوانسية لن تحول بعض الالكترونيك ولكن لم تكمل حلات ولكن industrial40 و في وقتها أعلى الضغط و يتسقط الريح ترجع ويجع الالكتروفان و تتمكن من الالكتروفان ويجعام الالكتروفان و لا أجل العرير سوف نتسخه الاضماريه و يخرج الهاتف عندما أخبره و أرى المساج من الطيربي و يبدأ المساج من الطيربي و يمشي للكتروفان عندما يخارج العمل في الطيربي و أركبها في رحامزك و سينة الطنوبيل و لا يوجد مشكلة وردنا المساج و الأول لطير وهو لكي يعمل السيد الى يومنا هذا والأمور مزيانة يجب أن يتعامل مع الدفو بعض المرات يجب عليك مشكلة إلكترونيك ولكن يجب عليها المساج من البياسة ميكانيك البياسة ميكانيك يجب عليك حرائفين لا تجب عليك الاباري يعني أنت تكمل من عقلك يعني ما؟ الوازدغيت كوانسا ترضي لنا الريح الالكتروفان و الالكتروفان هو الذي يطلع الوازدغيتر لا يطلع الناحية ماشي إلكترونيك هي ميكانيك هذا هو يدفوها لإخوان ويقدر يكون وقع فيه شي واحد ولا غدا يوقع فيه وذلك الشيش الحمد لله إحنا كابعوا المعلومات توصل للناس وكيف العادة نتمنى تكونوا استفتوا إن شاء الله